اهلا بكم بخلقة جديدة النهاردة فيديو جديد عن الابراك والنهاردة هنتكلم عن اهم النصائح والتحذيرات والتوقعات لبرج العرب النص التاني من شهر فبروري او من 15 فبروري حد 15 مارس هنتكلم عن ايه هي الطاقة برج العرب وايه هي من النصائحة بنقولها البرج العرب علشان ياخدوا بالو منها الفترة الجاية كالعازة بليز ما تنسوش تعملوا لايك في الفيديو وتشتركوا في القناة اتبعوني على social media على الانستجرام والفيسبوك والتقولولي بتتفرجوا علام فين وانتوا برجي وعايزة ناسرة بتتصنط على برج العرب او بتجسسوا على برج العرب قولولي انتوا برجي طيب ايه الطاقة المسيطرة على برج العرب الفترة دي شفاها طاقة جدا لان طاقت فوقان كأنك قررت ان انت تفوق يا برج العرب قررت ان انت بتصحى قررت ان كان عندك مشاكل كتير جدا وانت قلت خلاص انا هرمي كل مشاكل دي ورا ضهري انا هرمي كل حاجة بالديني وراء الظهري وانا هقوم أسلل نفسي علشان اقدر اقف فانا شايف ان بورج العرب الفترة دي عايز يقوم عايز يقف عايز يغير الحاجات المضايقية عايز يعمل حاجة يعني يعني ينسى بيها الحاجات المضايقية ان الفترة الفاتس ما كانش فترة سالسة اطلاقا على بورج العرب وخاصة في النطاق العاطفي والنطاق العائلي وكمان النطاق المادي يعني عقرب فاينانشلي الفترة دي صعبة جدا جدا عرب ورج العرب عنده تحديات كتيرة عنده مشاكل كتيرة مطلوب انه فلوس ممكن يكون مديون يعني عرب ممكن يكون مطلوب انت انت عادتها ما بتحبش تكون مزنوق مديا لان انت شخص ليدر شخص قائد فبالتالي ان انت تكون مديا مزنوق دي حاجة بتضيقت جدا وحاجة بتخليك مش مبسوط فانت كنت مش مبسوط علشان انت مرهق مديا ومرهق نفسيا وعصبيا واضح ان عندك ارتباط قوي جدا جدا بالماضي يعني في حاجة من الماضي انت مرتبط بيها او بتفكر فيها بتقارن نفسك زمان ودلوقتي بس العرب عنده لحد الوقتي فيه اتصال بالماضي كأنك ما قدرتش ان انت تستشفي من الماضي بنسبة كبيرة بتحاول لسة تفوق من الماضي شايفك بتغير من شكلك بتغير من ستايلك بتحاول تنزل انا شايف العرب بيهتم بشكله جدا فترة دي وبنفسه كأنك انت عايز تفوق انت عايز تقول خلاص كل الراح ده ولا وان عايز ازا بتدي مرحلة جديدة فاهلا بالمرحلة الجديدة معاك يا برج العرب طيب اه الحاجة كمان المميزة لفترة دي انت هتزم بشغلك بشكل ملخوص جدا يعني هتلاقيك مهتم بشغلك مهتم انت تتفوق في شغلك مهتم انت تعمل حاجات جديدة في شغلك عمال بتنفسك عمال بتشتغل على نفسك علشان تتفوق علشان تقدر توصل لكل حاجة انت عايزها في الشغل ودي حاجة هتخليك تقدر توصل لحاجات كثيرة نفسك فيها لان انت كان بقى لك فترة بتشتغل بلا روح فدلوقتي شايفك مركز علشان تقدر توصل لكل حاجة نفسك فيها لان انت ع تعمل تغيير عايز تعمل حاجة جيدة عايز تبقى يعني عايز تبقى شايف نجاحك قدامك فانت شغال على نفسك جدا بتتعب بتبزل مجهود قوي جدا جدا عمال بتنصح ناس ان هي يعني فيه ناس مثلا بقيت بتشغالوا معاك شان عايزهم يدفعوك الامام فانا شايفك حاطة تارجت قدامك وهدف قدامك ان انا يا اما هوصل لهدفي يا اما هوصل لهدفي. فدي حاجة مدياك قوية جدا جدا. انا شاف ان انت ضيعت وقت كتير ضيعت حماس كتير ضيعت ضيعت فرص كتيرة بسبب الزعلة على الماضي وان انت كنت مداية وان انت حاسس ان انت خلاص يعني. قولولي يا جماعة القلام ده متفق معاك ولا لا قولولي بتفرج عليهم فين انتو برج ايه? كمان شايفة شوية مشاكل عقلية او مبيد الاصدقاء. اما عندك مشاكل مع اصدقائك اما مشاكل مع العيلة ودي حاجة منوترك نفسه. انه العاهرة معروف انه شخص عاطفي لما بكون عنده جوانب عاطفية يعني متدايق منها بجدد موضوع ده بيأثر جدا على برج العرب ودي حاجة مخليك زعلان ومتأثر. بس عايز اقولك المشاكل دي هتنتهي step by step. بالعكس انت تشعر ان انت دلوقتي انسان مستقل حاس ان انت you are managing كل حاجة في حياتك لوحدك. ودي ميدياك power. فما تتضيقش خالص موضوع مشاكل عقلية. سبها بس اهم حاجة بتتعصبش وهتلاقي الدنيا ماشية معاك step by step تمام. طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج العرب والحب. قولولي يا جماعة بتتفرج علينا فين. قولولي القراءة دي بتتفق معاك ولا لا. طيب العرب والحب شايفك يا برج العرب شايفها شخص بيرقبك من بعيد في الصمت. الشخص ده مش مباين ان هو بيرقبك. ان هو شخص قيل جدا شخص بيخاف على شكله اوي بيخاف على منظره بيخاف على صورته. فهو بيرقبك بس مش عايزك تحس ان هو بيرقبك. فهو بيرقبك وهو سكت. هو صامت. فعمال بيشوفك بتعمل ايه بيرقبك على social media بيرقبك في حياتك. الشخص ده هو خايف ان انت تروح منه. بس في نفس الوقت مش عارف يبين مشاعره. واعتقد الشخص ده هو شخص انت انفصلت عنه في الماضي. وهو اللي سيبك مش انت اللي سيبته يعني. هو اللي قرر يسيبك علشان يروح لحد تاني يعني. او هو فضل حد تاني عليك. فانا شايف الشخص ده برج العرب عمال زعلان اوي 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 ان هو فقدك. حسس ان هو خسرك. لانه شايفك مركز في حياتك مركز في مستقبلك مركز ان انت عايز توصل عايز توصل هدف معين وان هو خلاص ما بقاش في بالك. فالموضوع ده مزعله اوي او اثر فيه. انت فعلا الشخص ده مسحته من حياتك يا برج العرب لان هو جي على كرامتك. لان هو مقدرش امتك. لان هو سيبك فوقت انت كنت محتاجه فيه. وسابك بطريقة قصية. سابك بطريقة وجعتك. فبالتالي انت لما قررت ان انت تسيبه ولما قررت ان انت تمشي كان قرار نهائي. فانت قررت ان انت مش هتبص ورق تاني يا برج العرب. لان الشخص ده واجعك او تعبك او كان مصدر قلق بالنسبالك. وانت اديته حب كبير وديته عطاء وديته حنية. هو مقدرش كل الكلام ده. هو دلوقتي باي عايز اقول لكم يا برج العرب ان هو ندمان عليك وجده. وعايز يرجع تاني يبدأ صفحة جديدة معاك. وعايز يبدأ بداية جديدة معاك. بس انا شايف ان العرب مش هيرجع. يعني انا شايف العرب خلاص. انف is enough. يعني انا جبت اخري ومش عايزة بصه ورايا. فهو ندمان وبيفكر فيك وبيفكر فيك شيء جدا. وهو عارف ان انت خلاص شده من دمانك. لان انت عادة كان بيعمل مثلا ايه. عارفين ان هو بيعمل حركة كده بسيطة. وانت راجع له. لأ هو ممكن يكون عمالي شوارلك من بعيد وانت مش شايفه اصلا. لان انت فعلا مش شايفه يا برج العرب. اه الشخص ده خطواته من نهيتك. ايه خطوات ان هو ممكن يحاول يكلمك او يحاول يعمل لك حاجة يحسسك ان هو بيفكر فيك او ان انت في باله او ان انت في خياله. بس انا مش شايفه خالص ان برج العرب هيفكر في الرجوع للشخص ده. انا شايف ان العرب مش شايفه. انا شايف العرب عنده قصة حب جديدة. بس مش دلوقتي. يعني محتاج ان انت تصبر. محتاج ان انت تنطلق برج العرب. هزا ان انت تشوف صحابك تتعرف على الناس جديدة. تخرج. يعني اصدقائك. واصحابك هيكون لهم دور قوي جدا جدا ان هو يخرجوك من طاقة التعلق بالماضي. يعني او طاقة ان انت يعني ان انت وحيد. لان شايف ان العرب وحيد جدا. وشايف ان هو شايف ان هون محتاج حب. او محتاج حد يبقى جنبه. محتاج support. محتاج دعم. فانا شايفة ان الدعم ده انت هتلاقيه فعلا. اه من شخص زى ما كان مرموقة في المجتمع. او شخص مهم في المجتمع. اه بس مش دلوقتي. محتاج تصبر يا برج العرب ما تتصرعش ان انت اي حد يدخل حياتك يبقى هو ده الشخص. لا الشخص اللي جالك جالك شخص تقيل شخص قوي شخص مكانته قوي في المجتمع. شخص حنين شخص شخصيته قوية. اه اه اتركتب بس هو مش جالك على طول. بس محتاج تستشفي من طاقة الماضي وتستشفي من الزعر. وتركز في شغلك وتركز في حياتك. وتنطلق وتهتم بنفسك وتهتم بكل حاجة نفسك تهتم بيها. بعد كده هتلاقي ذلك الحب جالك. بس في حب جال عرب اه في حب جال العرب. اه بس انت محتاج ان انت خلاص تستشفي تماما من العلاقة القديمة وبص قدامك. بس وهيبقى عندك معجبين كتير من شخص واحد كمان يكون كزا شخص. الناس دي كلها تبقى عايزة تقرب منك. عايزة تعرفك اكتر. عايزة تحس باهتمامك اكتر. اه وهم هيبقوا معجبين بيك جدا يا برج العرب وشايفينك على صورتك الحقيقية. شايفين انت شخص شخصية قوية. شخصية قيدية. شخصية جذاب جدا انت اصلا جذاب يا برج العرب واي حد هيتعامل معك. او اي حد هيحتكي بيك هيحس با قوة جاذبية قوية جدا جدا يا برج العرب. عندي بس تحذير هو ان انت ما تاخدش قرارات اه متسرعة او فكر كواس قبل تاخد اي قرارات الفترة الجاية وخاصة في العمل. اه الحب الحقيقي اللي هيدخل لك بقوة. وهيدخل لك فيه الفة وفيه امان وفيه استقرار. وانت تعبان اصلا في الحب اليك فترة. فانا بقولكم ان فيه علاقة قوية جاية لكم بس محتاجة صبر. علشان كده انطلق في حياتك. ما تعودش تتقوقع على نفسك بالعكس. دور اصدقائك ودور حياتك الاجتماعية. هيكون مهم جدا الفترة الجاية ان انت اه تبقى عارف قيمة نفسك وعارف قيمة اه عارف اه يعني انطلق. انطلق يا برج العقرب وعيش خياتك وما تبضلش قاعد خاصة ايضاك على خدك نستاني الحب او نستاني شخص معين. اه لا الشخص ده مرهوش مصلحة لك. انا شايف ان العقرب كرجوع للماضي اه مش برجح خالص بالعكس العلاقة الجديدة هيكون فيها استقرار اكتر فيها حب اكتر فيها ارتاح اكتر انجزاب اكتر. الشخص ده هيديلك 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 عطفة قوية فانتظروا. باشكركم وبليز متنسوش تابعوني على الانستجرام والفيسبوك وقرأي دي بتتطفق معاكم ولا لا برج العقرب. قال للعصبيتك يا عقرب علشان عصبيتي طيب ممكن تخليك تخسر ناس كتير. طيام كيو بحبك وبي باي وقلولي تحت الفراج علي ما فين انت برج ايه. واخبار البرد عندكم ايه. بصوا ما طلعت بالكوفية عشان انا مش قادرة. ولبسة ده كمان عشان يكفيلي راسي وبصوا حتى يعني ده تحتي راحت فين. تحتي حاجة تانية ويعني عامل عمال مش قادرة حكيلك عشان البرد الفوزي. مدفي راسي ومدفي رقبتي وجسمي وبانطلونات كتير تحت.